السلام عليكم ورحمة الله في هذا الدرس سوف نقوم بحل باكس واجهنا في الدرس السابق أو نسيناه في الدرس السابق في فكرة الدرس السابق أنه عندك التول أعيد لك ايش تول ID تول Name تول Description تول تاريخ إضافة التول وأحتاج أن أعيد لك صورة للتول ولو بالأقل صورة وحدة إذن نحتاج هنا إيش نعمل نعمل fix الباكس إيش اسمه addToolPicture فهنا نوصف هذا fixBax ونبدأ الآن بمعالجته فنذهب إلى Tools لو ذاتذكر Tools Pictures ماذا لدينا في Tools Pictures؟ لدينا Path وPicture Tool ID إذن نحتاج الـ Tool ID حتى نصل للPicture فنذهب إلى Procedure الخاص بنا الذي إيش اسمه هو؟ هذا هو الـ Procedure ونضيف هنا فقرات خاصة بالPicture إذن نضع فقرات إذن نقل select From Picture نختار Picture Path From Pictures Where Tool ID نختار يعني فقط نختار Picture لكن هنا يعد لي أكثر من Picture نقول لها Max أو بالأقل Max أو وحدة فماكس يعد لي فقط Picture وحدة ليس كلها إذن نقلت لأختار لي Max آخر صورة From Pictures Where Tool ID إذن الآن خلاص ضفت الـ Picture Path صورة يعني مسار للصورة هذا أغير إلى ALT وحديث يعني لـ Procedure وحدث الآن Procedure حدثته إذن المفروض عندما أبحث عن أي شخص يعيد لي يعني لـ Tool كامل إذن لو ترى هنا عاد للصورة اسمها تفاصيلها سعرها سعر الصورة تاريخ إضافة الصورة و Link Path مع للصورة إذن هذه بيختصار حل مشكلة الباكس كل الذي نفعله نأخذ هذا الباكس و ننقله هنا لأنه أسفل طبعا دعني أضعه بلون آخر حتى أميزه عن الباقية label و أسوي باكس أحمر حتى أميزه إذن هذا الباكس أنا حليت إذن هذا كل ما في هذا الدرس شكرا لكم